السلام عليكم ازيكم يا امرات يا رب تكونوا بكل خير. فيديو النهاردة هنشوف ازاي نعمل الجيب المخفي. سواء حاجة انت بتخيطيها او مسلا عندك عباية او زيبة ايا ان كان هتفتحي الخياطة عادي خالص وتدخلي الجيب المخفي فيها. انا هنا عملت القماش اربع طبقات لان هعمل جيبين. لو انت هتعملي جيب واحد يبقى هي طبقتين بس. اه زي ما اتفقنا ان انا مش درسة خياطة فمعظم الحاجات اللي بقى بعملها ان انا خيطت قبل كده وزبطت معي فبعمل بالطريقة دي وخلاص او شفت حد بيعملها برضو وزبطت معي فكل تجارب يعني. اه انا هنا بص عشوائي خالص بحدد ما كان هو يكون واخد كاف اليد. او لو انت عندك حاجة فيها جيب ممكن تحطيه هو وتقيسي عليه وتقصي برضو خلاص. فشايفين انا عملت كده عادي هوت وهقص وخلاص على كده. انا كده خلاص قصتهم. الافضل ان انت تسرفيلي الاجزاء دي وبعد كده اتخيطي. لكن انا خيط وبعدين قمت سرفلته كله مع بعضه. انا هنا جبت الحاجة اللي هخيط فيها الجبين. طبعا هيبقى عندي طرفين. هخيط في كل طرف نحية من الجيب. هعلم الاول البداية كده انا عايز ابدأ منين. وهبدأ احط الجيب على المكان بتاع البداية في طرف منهم. واخيطوا عادي خالص انه هو يبقى ماسك في الطرف ده. كده انا خلصته. في ناس بتيجي على الجزء ده وتعمل عليه خط خياطة كده تثبيت. بس بصراحة انا مش بحب كده. انت ممكن بعد ما تخلصي تدوسي علي بالمكوة تبقى جميلة خالص. آآ وطبعا الطرف التاني انا كده كده كنت عاملة العلام هحط الناحية التانية من الجيب وخيط على طول برضو. بعد كده جبت الناحيتين كده وهحطهم مع بعض. انت لو كنت فتحة في حاجة كانت متخيطة بالفعل برضو افتحي قبل الجيب بشوية. عشان الخياطة تيجي كلها مظبوطة مع بعض. انما دي حاجة انا كنت بخيطها من اول وجديد. فعادي هيتبقفل الطرفين على بعض عادي من قبل ما اوصل للجيب. وهاجي هنا بعمل في الماتورة قبل الجيب بشوية تأكيد بس لان كده كده هدخل في طرفين مفتحين. بس وبتمشي بقى الجيب الطرفين مع بعض تقفليه معادي خالص. واثبوتي بايدك بس ان هم يبقوا الطرفين بتوعي الجيب مع بعض. وتخيطي وخلاص. بس وهتيجي برضو عند الطرفي التاني تظبوتيهم وتقفلي على بعض. وبكده تكوني خلصت الجيب سهل جدا وما فوش اي حاجة متعبة على ما اعتقد وبقى شكله جميل خالص. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى اكون افتكم واشوفكم على خير بازن الله. موسيقى